وقد عقدت على هامش منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2013 عدد من جلسات العمل الهامة والبارزة التي تلت الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأممي بمشاركة عدد من المتحدثين الذين يمثلون الوفود الرسمية وعبر المشاركون في الجلسة الأولى التي ضمت اجتماعا وزاريا بمشاركة عدد من المسؤولين عن شكرهم لمملكة البحرين والهيئة الحكومة الألكترونية لعملهم الدؤوب من أجل إنجاح هذا الحدث الهم واجتملت الجلسة على نقاشات متعددة حول أهمية الأداء الحكومي والخدمة العامة حيث عاد المشاركون التأكيد على أهمية تطوير الخدمة العامة المقدمة للمواطنين وتعزيز الحوكمة الرشيدة وكذلك العمل على تبادل الخبرات والتجارب بين الدول في هذا المجال أما الجلسة الثانية من جلسات اليوم الأول لفعاليات منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة فقد ركزت على دعم وتشجيع الابتكار في مجال الحكومة الألكترونية ترجمة نانسي قنقر